من الجانب التركي من معبر باب الهوى على الحدود مع سوريا محمد يعني ماذا انتقلت من هتاي إلى هذا المعبر هل من تفاصيل تذكر عن حركات المرور ووصول المساعدات وإدخالها عبر المعبر هناك عديد الشاحنات نتحدث عن أكثر من ثلاث كيلومترات من الشاحنات تدخل ويدر ويدا تقريبا لنا تخضع لعملية التفتيش الشاحنات تقريبا تأخذ مدة عشر دقائق لكل شاحنة طوال فترة تواجدية هنا لمدة الساعة الأخيرة كذلك نلاحظ عائلات سورية تأتي الآن ينتظرون هناك في هذا المكان هنا هذا هو مدخل العائلات في الجانب التركي للدخول إلى سوريا العائلات التي تنتظر الآن في هذا المدخل هي حاليا تحاول الوصول إلى دويها المعبر ينفتح تقريبا كل نصف ساعة يدخلون عدد من خمسين أربعين عشرين شخص وبعد ذلك تغلق البوابة وتفتح بعد ذلك بنصف ساعة حسب ما شاهدت هنا تقريبا النقطة الأخرى وهي العائلات التي تتوافد إلى هنا ليست بنفس العدد الذي كانت عليه مع بداية الهزة الارتدادية في سؤالنا لبعض العائلات الكثير منها لا يريد ظهور إلى على الكاميرا يقولون أن معاناتهم باتت معانتين الأولى أنهم في أنطاكيا أو في هاتاي أو حتى في مناطق متضررة من الزلزال باتوا نازحين صحيح أن هناك خيم لكن باتوا كذلك في معانات مع باقي أسرهم في الطرف الآخر فيقولون أنه الأفضل أن تتم مشاركة هذه الألام بشكل سوي طالما أن الخيم يا إما هنا أو الخيم في الشمال السوري يفضلون الدخول إلى هناك والمشاركة باقي العائلة ألامهم وأحزنهم وكذلك البحث عند جزء من دويهم المفقودين في الطرف الآخر نتيجة الهزة الزلزالية التي ضربت الجنوب التركي والشمال السوري فجر الاثنين ما قبل الماضي بالنظر إلى الصورة كذلك تلاحظون أن هناك جبل خلف المعبر هذا في منتصفه تبدأ الحدود السورية التركية مباشرة في منتصف هذا الجبل هناك حواجز تفصل البلدين هذا الجانب تسيطر عليها المعارضة من الطرف السوري في الجانب الآخر غير تابع للنظام السوري وبالتالي المسألة الآن التعامل معها خارج كل حسابات السياسية الكل يراعي هنا الوضعية الإنسانية سواء للنازحين في هذا الطرف أو في الطرف الآخر كذلك لاحظنا كما قلت سابقا عديد الشاحنات نتحدث عن العشرات مسافة أكثر من ثلاث كيلومتر متوقفة هي في هذا الاتجاه سوحاول توجيء الكاميرا إليها تنتظر العبور إلى الطرف الآخر تقريبا تدخل شاحنة على كل عشر دقائق كما أسلفت باليوم السبت عادة في الأيام العادية يكون المعبر مغلقا لكن بسبب الظروف الإنسانية والكارثة الطبيعية التي ضربت البلدين أصبح عادي جدا التعامل وفتح المعبر في نهاية الأسبوع والتعاون من كلا الطرفين من عجل مساندة سواء السوريون أو كذلك حتى هناك تلاقح بين العائلات بمعنى هناك ارتباط أسري كبير جدا بين العائلات التركية المتواجدة هنا والعائلات السورية في الطرف الآخر إذن حاولت المشي قدر المستطاع لكن لحد من هذا الطابور من الشاحنات تحتاج المشي تقريبا ثلاث كيلومترات لكي تصل إلى النهاية إذن هذا هو المعبر وهذه هي الصورة لدينا كان لاحظنا كذلك سابقا أن هناك جثث أو أموات سوريون ينقلون إلى الطرف الآخر على الاعتبار أن كل من تم تعرف عليه من عائلته لدى عائلته الحق في نقله إلى الطراب السوري وهناك تعاون من الطرفين سواء من الطرف الآخر في الجهة السورية أو من الطرف التركي الذي يحاول تقديم قدر المساعدة قدر الإمكان من أجل دفن الموتى أو ربط الأوسر مع بعضهم البعض المقابر في الطريق من هنا إلى ولاية هاتاي أو نقصد مدينة أنتاكيا هناك مقابر شاسعة لاحظنا عليها تواجد فقط الأرقام ويمنع التصوير مرحليا في تلك المقابر بسبب قرار من السلطات التركية حاولنا التصوير هناك لكنهم قالوا أنه ممنوع نظرا لإحترام لمشاعر عائلات الضحايا نتفاحم ذلك لكن لاحظنا أن أغلب القبور لمسجل عليها فقط الأرقام وتتسع لمساحة من الأراضي في مناطق من الأراضي الزراعية غير بعيدة عن هنا تقريبا 20 كم من هذه المنطقة أو يمكن القول أنها توجد بين منتصف أنتاكيا ومعبر باب الهواء نتحدث عندما نقول باب الهواء نقصد المعبر السوري يسمى بباب الهواء أما هنا فلديه اسم تركي آخر محمد هل أفهم من كلامك بمسألة مراعاة الجوانب الإنسانية وعلاقات التداخل والتنقيح ما بين الأسر والعائلات التركية والسورية أن هذا الأمر أيضا منطبق على حركة مرور النازحين هل يسمح للأفراد بالنزوح والعبور من خلال هذا المعبر؟ نعم حتى من الطرف الآخر يمكنك العبور إذا ما أثبت أنه لديك عائلة متضررة في هذا الجانب لكن لا يمكن العبور فقط من أجل العبور تحتاج إثبات بأن لديك قرابة مع العائلات هنا في هذا الاتجاه وبعد ذلك يمكنك أن تأخذ رخصة والعبور إلى ولاية هاتاي طريقة أن لا تغادر هذه المنطقة وأن تبقى فيها وأن تعود إلى سوريا أو تبقى فيها المنطقة حسب الترخيص لكن لا يمكن مثلا أن تحصل على ترخيص لمساعدة عائلتك فهطاي وأن تنتقل إلى إسطنبول هناك إجراءات فيها جانب من المساعدة وفيها كذلك جانب من اليقضة لمحاربة الهجرة غير النظامية وبين هذا وذاك يبقى العامل الإنساني أقوى بكثير ومسيطر على الميدان هنا في معبر الهوى نتحدث على الجانب التركي كذلك الكثير من الأشخاص يحاولون المساعدة هنا لاحظنا أنهم يطلبون من الناس إذا ما كان يحتاجون أي مساعدة أو تقديم أي مساعدة لهم هنا لاحظنا أشخاص أتراك وسوريون كذلك نعم إذن من معبر باب الهوى من الجانب نعم محمد أشكرك شكرا جزيلا محمد الفنيش مراسل الغد من معبر باب الهوى من الجانب التركي من المعبر وعلي تباب من أدنى مراسل الغد شكرا جزيلا لكم مراسل الغد شكرا جزيلا لكم مراسل الغد شكرا جزيلا لكم